ازاك يا شباب عمين ايه يا رب تكونوا بخير النارده رجعتلكم فيديو توتوريال جديد فيديو تعليمي هو الفرونت فليب اللي هي الشعلابة الامامية. يلا بنا نبدأ. طيب دلوقتي هنقسم الحركة لتلات اجزاء زي ما متعودين في توتوريال اول جزء هو اللي هو الطلعة. التاني جزء هو اللي هو اللفة والنها ازاي بضم رجلي عن دي سدري. والتالت جزء اللي هو اللانديج ان انا ازاي انزل بشكل صح من غير معاور نفسي. يلا بنا نبدأ باول خطوة وهو الخطوة الاولى اللي هي الموضوع سهل جدا مش محتاج اي منهور. بصوا ازاي. دلوقتي انا باجري هنحسبها مسلا على تلات خطوات مسلا. انه هو واحد اتنين تلاتة. اوكي? بالشكل ده. ده كده مينموم يعني ده اقل خطوات قدر اخدها. ده مهم جدا ده اساس الحركة. اللي هو ايه? ان انا داية وانا بجري اخر خطوة بتكون ورا. عارفين لعبت الكورة لما يجو لعبوا مسلا قوت او مسلا لما حد يكون بيلعب باسكتبول ويحدف كورة. هي نفس الفكرة بس اكني مسك الكورة وبحدف قوت بس. في الارض. اكني بارزع كورة في الارض. وبقفل ده. بالشكل ده. واحد اثنين. ثلاث. تعال بص على واحدة في السنو موشن. ونخش في الخطوة اللي بعدها. الخطوة التانية هي الروتيشن والتاك. الروتيشن اللي هو اللفة والتاك الناس زي بالن من رجبتي عند السنو. فاكرين لما شرحت لكم في اساسيات البركور حركة اسمها الرول. لو ما حدش فرج عليه دوسوا على الايفون وخش تفرج عليه. او خشوا عنديه على القناة وتفرج عليه. حركة بقى الرول اللي احنا هنشرحها دلوقتي دي مختلفة شوية عن الرول بتاع البركور. انا ده بسميه رول الجنباز. بيبقى شكله عامل زي بيبقى القدام. رول اللي احنا شرحناها بيكون بالجمد. بيبقى بالشكل ده. وبطلع بالشكل ده. انما الرول بتاع الجنباز ده اللي بيأهلنا ان احنا نعمل الفرونت فليب اللي هي الشعلابة الامامية بيكون من قدام. بيبقى شكله عامل كده. ان انا بحط الاتنين وبعد دي دماغي ما بين ايديا بالشكل ده. ده رول الجنباز. ده اول خطوة. عملت الخطوة دي هنزود عليها حاجة بسيطة جدا وهي اللي هو ازاي بلم رجبتي عند السدري بالشكل ده. ان انا بعمل نفس الرول ده. خطي ده الاتنين ورجلية طبعا بتجم بتزق عشان اعرف الف وبقفل دقني وبنزل قافش رجبتي بالشكل ده. اللي هو كده. شفتوا ازاي? تعالوا نشوف واحدة في خطوة دي نعملها كتير. التكرار مهم جدا. نعملها الف مرة. مفيش مشكلة. وطبعا زي ما قلنا لازم يكون فيه مرتبة او اي حاجة طرية اعرف اعملي عليها الكلام ده. هبتدي ان انا بعدا ما بعملها لا انا عايز اخدها بجارية اقوى. انا دي وقت هشرح لكم طبعا على النجيل عشان انا بعرف اقع او انا بعرف اخد الصدمة. انما انتو لو بتيجوا جربوها طبعا جربوها على مرتبة زي ما قلنا او اي حاجة طرية قمتلين اخدها خلاص اتمكننا منها نخش على النجيلة. اتمكننا منها اكتر نعملها بقى خلاص على اسفلت نعملها على اي اه ارض صلبة مفيش مشكلة بس اهم حاجة ناخدها خطوات بسيطة عشان محدش فينا يتعور او يحصل لقصابة. عملت الخطوة دي اللي هو قمت. طب مابتدي بقى نط فيها شوية بالشكل ده ان انا باجي باجلي شوية وابتدي واطلع بالشكل ده. شفتوا عملتها ازاي بابتدي ان انا اخدها زي رول منجري ما حط ايديا اللي هو بس ايه بادرب بايديا وامسك الطاق والفه على ضهر عادي بالشكل ده بصل ما ما حطش ايدي على الارض. شوفت شكل اعمل ازاي? سموز جدا ومفهاش اي تعوير او اي حاجة وطبعا ده كمان على مرتبة ما بقى ببقى احسن بكتير. خلاص اتمكنت من دي تده انط فيها اكتر. انزل عادي. ممكن اعملها والف وانزل قاعد لهم زي ما بيقولوا ايه ما ارفز بالشكل ده كده مسلا. تعالوا برضو نشوف واحدة هنط فيها اعلى سنة وبرضو هحاول انزل على الجليم الغد ما ازي نفسي. بالشكل ده. اهو ويعت عادي مفيش مش كده شوفت ازاي? انا دي كده نزلتها على نانجيلة ومحصل ليش اي حاجة. مش حاسس باي وجه ولا اي حاجة. خيالوا انت كمان عملتها على مرتبة في الموضوع بساعدة. اهم حاجة وانا انا بلف. ما ننساش نقفل دقننا. بنخص جوه. عشان نخلي اللفة سريعة بنخص جوه. بعد كده بنبتدي هنديها بور اكتر. بالشكل ده مسلا. وروح مسلا ايه نازل واقع كده عادي. ابتدي اجرب. تكرار تكرار لحد اما هتمكن منها. خوية. وابتدي ايه? انا داخل لازم قلت. هشد كل عضلات جسمي. لحد اما ابتدي اتمكن منها. وافضل ماسك الطق عشان رجلها متتعورش لحد لما اقع. تعالوا نشوف برضو واحدة تانية. وانا باجي. اخو ده مسلا باب جارية اقرى. ايه ده? ايه ده انا جبتها فعلمين? هي بتمشي كده ان انتو بتقعدوا تعملوها كتير. لحد ده ما خلاص. هبتدي اشد جسمي. يبقى زي ما قلنا. هجري جارية جامدة اداية من ورا. بتحديف لجامد. تيجي من ورا. دقني. مقفولة. عناية بتبصوا تحت. عناية ما تبصش قدام. ويدي بتيجي من ورا عشان تمسك التق. التق زي ما قلنا ما بيتمسكش من الرجبة ولا بيتمسك من تحت خالص. بيتمسك من النص. من هنا. من الجزئية دي. تحت الرجبة. انا عند القصبة. في حاجة مهمة عايز اقولكو عليها. وانا باجري على اخر خطوة مش عايزة نط عالي. يعني في ناس بسا ممكن تعمل ازاي تجري واحد اتنين تروح لهذا وبعد كده بتطلع. لا. ده يضيع الانرشي بتاعك ويضيع الباور. وانا رايح باخدها لقدام. ما تخد لاش لفوق اللي بعيد. خدها لقدام سينا اللي هي ازاي? واحد اتنين. ما تنطلهاش. واحد اتنين. وبس. وبكده نكون خلصنا والتق. يلبي نخش على الخطوة اللي بعدها وهي. خطوة التالتة هي دي مش بيحتاجة كلام كتير. يعني زي ما تقولكم اللي فاتت برضو ان هو بيجي بالتقرار. يعني ايه? يعني انا هم حاجة بالنسبة لي الخطوة الاولى والخطوة التانية اللي هي ده لو اتمكنتم منه هتلاقي الاند اصلا جيل واحد اوتوماتيك. لو ترعت الخطوات اللي فاتت اللي انا قلت عليها هتلاقي بيجي معاك بس هو هم حاجة التقرار. وهرجع لكم ان بيجي بان انا بشد رجلي. بشد جسمي وانا نازل. ما انا ممكن اجي اعملها انزل مش مش شدد رجلي. ممكن يحصل له حاجة عشان اتجنب كل الكلام ده لازم انا نازل انا نازل شد رجلي. رجلك دي شايلة كل جسمك ده. وراسك. فانت ده اتقل من اللي تحت. فلازم تبقى اللي تحت مشدودة عشان تعرف تشيله. تعال هنشوف واحدة بباور كده واشد رجلي وانا نازل في اللاندين عشان تفهموا قصدين. زي ما قولنا خطوات اللي فاتت هجري كويس شدي جسمي هطلع وانا بلفت ايديا من وراء بترح ديك لقدام دعني مقفولة ببص تاحت بمسك رجلي باللوطط. وانا نازل بشدي جسمي بشدي رجلي بالشكل جهر. شفتو? وانا نازل نزلت شدت رجلي. وزي ما اتفق انا في الفيديوهات اللي فاتت? ان انا بنزل على مشت رجلي. ما بنزلش على رجلي كلها. لا انا بنزل على مشت رجلي. مشت رجلك مش تراطيف صابعك. عشان في ناس تفتكر ليه لازم بقى تنزل. يعني زي البلغ. لا يا جماعة. مشت رجلي لحد هنا. يعني كل ده معايا. الفكرة من الموضوع ده ان انا ما بنزلش على كعب. يعني كعبك الحتة دي بس هي اللي انت ما تنزلش عليها. عشان ما تتقزيش. ان ده ممكن. اهم حاجة الناس تتبع او الحاجات دي. بتحس ان هي حاجات صعبة. بس بالعكس يا جماعة. انا اكتر راح كنت بخاف من الحاجات دي جدا مساعة ما بدأت. بس التكرار والسيفت هي اللي خليتنا اتمكن من الموضوع ده. ما نفكرش بخوف. مرض عليها خلي بالك عنافسك. تعالوا بقى نبص على واحدة من كزا زاوية عشان نفهمها اكتر. بس كده بكم خلصنا حركة الشعلابة الامامية. يا رب بكم الفيديو عجبكم. جاريت لو عجبكم بس تعملوا لايك. واشتركوا في القناة وتفعلوا القرص. حاجة تانية كمان كان في ناس طالبت مني حركة الحركة دي يعني زي الشعلابة الامامية اللي هي. بس مختلفة شوية بتكنيك مختلف فهنزلكوا ليه فيديو تعليمي قريب جدا على القناة. وبس كده هشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.